مرحبا بكم 64 مليار دولار هو المبلغ الذي ستخصصه السعودية لمشاريع الترفيه في السنوات العشر القادمة عندما نقول الترفيه في السعودية فالمقصود خليط من الثقافة والفنون والرياضة والسياحة مستقدموا مواقع التواصل تباينت آراؤهم نأتي إلى هنا الإعلان عن هذه الاستثمارات جاء في إطار مؤتمر للهيئة العامة للترفيه رئيس الهيئة أحمد الخطيب قال اللي تشوفوه في نيويورك ولندن أقل من اللي تشوفوه في الرياض أو جدة أو الدمام الترفيه من أول فعالية نظمت كان على مستوى عالمي من حيث التنظيم والتنفيذ وأضاف أيضا فمثلا مسرح الأميرة النورة كان من أفضل خمسة مسارح في العالم وتنفيذ العرض كان أفضل مما يقدم في برودوي هنا مثلا نموذج من العروض التي قصدها الخطيب في كلامه الفنان السعودي محمد عبدو عندما وقف لأول مرة يغني بشكل مباشر أمام الجمهور السعودي نهاية العام الماضي حفلات ضخمة من هذا النوع وخاصة لكبار الموسيقيين والمغنين الغربيين والعالميين ربما ستكون الرياض أو جدة وجهتهم المفضلة مستقبلا إذا تسألتم أين ستذهب هذه الأموال وأي نوع من الاستثمارات في الترفيه ستشيدها الهيئة فنرى هنا مثلا أمثلة حدائق مائية معارض حدائق حيوان جولات سياحية رياضات مهرجانات بوبيبس ومدن ملاهي وغيرها من النشاطات بالنسبة للبطالة التي تعد من أهم الأزمات بالنسبة للشباب السعودي تكون خطة الترفيه قد انتقلت من ألف فرصة عمل في عام 2016 إلى 17500 وظيفة العام الماضي وانتقل الحضور في الفعاليات من 100000 شخص عام 2016 إلى 80 ملايين شخص في عام 2017 كما تبين هذه الرسومات الهيئة قالت إنها أتمت خلال عام 2017 فعالية ستشارك فيها أكثر من 100 ألف متطوع وتأسست 150 شركة صغيرة ومتوسطة أما لهذا العام فهناك 5000 فعالية مبرمجة عبر تراب المملكة ككل مشروع دار الأوبرا السعودية وهاشتاج انتشر كثيرا بعدما أعلنت الهيئة أنها ستشيد أول دار أوبرا في المملكة التي لم تعرف فيها منذ تأسيسها قبل حوالي 80 عاما هنا العرض الأوبرا للأول من نوعه سيجرى غدا في مسرح الأميرة نورة حول قصته عن تروعبلة هاشتاج عن تروعبلة بالرياض أيضا شغل مواقع التواصل الاجتماعي والسعوديين بالتعليق ربما أيضا بالإشادة بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقد هذه المخصصات في ظل وجود أزمات أخرى داخل المجتمع السعودي سعوديون آخرون رحبوا ربما بمعبر عن تأييدهم للتوجه الجديد كثير منهم غردوا معتقدين أن دار الأوبرا بأربعة وستين مليار دولار والحقيقة أن المبلغ يخصص حزمة كبيرة من الاستثمارات بينها دار الأوبرا نأتي إلى تركي الزلامي يقول خلال سنة واحدة فقط نفضت السعودية عنها الغبار غبار الرجعية التي وضعت المملكة في العالم الثالث وعلى المرجفين الاستعداد للأفضل شكرا لمحمد بن سلمان وداعا لفكر الصحوة المتصلت على رقاب الناس تغريدة أخرى لسعد سالم القحطاني يقول فيها سعد لا تزال هيئة الترفيه تبارز الله بالمعاصي حتى يحل علينا غضبا من الله اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم مشاهدين للمزيد حول هذه المواضيع وغيرها زوروا موقعنا على الانترنت بي بي سي أرابيك دوت كوم ستجدون مواضع إخبارية وتحليلية عديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر